من جانبه شدد الخبير العسكري اليمني عبدالله علي الفرح على أنه لا يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ ضربات عسكرية ضد اليمن من دون تلق الرد اليمن اليوم حول الجغرافية إلى نعمة بإمكانها أن يستخدمه في قضايا أمته الكبرى بإمكانها أن يقف إلى جانب القضايا المركزية التي قاتل من أجل هذه القضايا ومن أجل أن يقف مع هذا المحور منذ أكثر من عقدين من الزمن أمريكا لا يمكن هي وبريطانيا أن تلهو أو أن تستهدف ضربات هنا أو هناك ثم تنجو من فعلتها هذه وأيضا في المحصلة اليمنيون مستعدون تماما وخبرون بترويض مثل هذه الدول